السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي في كل مكان عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة النهاردة ان شاء الله الجزء التاني جزء الخياطة للبلوزة هقول لكم بقى أسرار وتركات وهندخل بقى في الشغل من جوة وهقول لكم معلومات بضمير زي ما انتم متعودين مني نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأول حاجة هنكوي السجافات بتاعة البلوزة سجافة دهر بلزق فزلين ميل خفيف خالص أنا بستخدم الفزلين الخفيف خالص أخفي فزلين تمام اللي هو بالمتر بتجيبه بقى متر اتنين متر اتنين متر اتنين متر على حسب ما انتم عايزين تجيبوكم متر فزلين وتقطعوه على قد الشغل اللي انتم هتلزقوه بالشكل ده كده أفضل طبعا يتلزق فزلين القمر لما بيتعامل كده او المرد بتاع السجافة لما بتتعامل من غير فزلين بتبقى خفيفة قوي وبتبقى مهيطة كده بتبقاش حلوة وإحنا عاملين فيها الزراير والعلاوة والحاجات دي جبت الفزلين ونوعية الفزلين بأكد الخفيفة خالص لزقت المرد بتاع السجر كله بالشكل ده فزلين مفروض كل المرد لزقته وده طبعا في الخامة دي لو خامات تانية مش هلزق المرد كله بالشكل ده هلزق نص المرد بالطول فزلين تمام كده المهم الفزلين خفيف خالص ولزقت المرد وكنت قص عرض المرد ده 10 سنتي وطوله طول السجر بتاع البلوزة وكنت مزودة برضو شوي عرض المرد ده ممكن كنت قصه 9 سنتي بس أنا حبيتها قصه 10 سنتي عشان تبقى الدنيا معايا إيه براحتها كده أعرش الجزء الزيادة وتانية العرض بتاع المرد بعد ما تانيت سنتي تانية كمان 3 سنتي بالشكل اللي انتو شايفينه ده المرد معايا في كونتها الجمال فيه كمان فزلين القمر بتاع البنطلونات والجيب وكده ده بيبقى سهل قوي ومظبوط وزي المسطرة برضو في مرة هعمل لكو عليه المرد بحيث ايه برضو بيبقى أسهل للناس كمان المبتدقة وده كمان سهل بالشكل اللي انتو شفتوه معايا ده الخامس صفت ما بينفعش نلزقها لو أنا عمل لها مرد ما بينفعش نلزقها كلها فزلين كده بتضيقنا في الشغل وبتبقى ريخ ما شوية واحنا بنركب المرد فالخامة الفيسكوزان عملتها كلها فزلين وبأكد لأن المعلومات ده مهمة قوي وضرورية لأن هي يعني بتقعد الحاجات دي تعاكسكو في الشغل وتبقى مش مظبوطة فبحب أقولكم على كل كبيرة وصغيرة وأنا شغال المهمة عملت المرد وطبعا أنا عملته بالنظر كده يعني القيمة التلاتة سنتي وأنا شغالة بالمكوى على طول ممكن تعلموا بالمركة لو أنتم مبتدئين هجيب المرد بتاع السدر بالشكل ده شايفين كده الجزء اللي أنا سعيبها زيادة على الضهر بتاع البلوزة ضهر القماش يعني أنا شغالة كده طبعا في السدر الجزء الأمامي للبلوزة بس خليكم معاي في الخطوات كده واحدة واحدة اشتغلت بالشكل ده على سنتي على سنتي ونص مش هتفرق الخياطة يعني وطبعا كنت تسايبها المرد في طول زيادة كده ممكن نعمله على القد بالزبط بس أنا دايما زي ما قلت لكم طريقة شغلي بحب بإيه أسيب كده جزء احتياطي ولو عملت على القد بالزبط برضه يبقى مظبوط وبعد كده برجع أرد المرد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الطريقة دي بقى في الشغل بقى بالنسبة للقمر بالنسبة للمرد الحاجات دي بتبقى اسمها إيه سندوتش يعني طريقة حلوة كده وبتبقى الشغل نضيف قوي ومن يقول ان البلوزة دي مش جاهزة أجمل من الجاهزة بكتير يعني معمولة بطريقة كده سهلة وبسيطة واحترافية وبطريقة نضيفة كده يعني أميلوا الشغل واحدة واحدة ويمشوا كده الخطوات واحدة واحدة وشوفوا معايا الخياطة وانا ماشيا يعني شوفوا بريح الدواس ازاي وانا شغال عشان القمر ما يورورش مني كده ويبقى شكله وفيه تعريجات من الظهر ويبقى مش حلو هنعمل الشغل جميل جدا وبمنطهى النظافة وهشتغل شي مع الحرف بالشكل ده بدخل كده القشطورة الجوة شايفين بيبقى الإبرة غير زي كده في القماش وبرفع الدواس عشان أريح كده القمر وانا شغال المرد وانا شغالة يبقى مزبوط ونفس الطريقة دي يعني المرد ده ممكن أعمل بنفس الطريقة برضو القمر عشان كده بفضل أقول لكم القمر وانا شغالة القمر بتاع الجبات والبنطلونات ممكن أعمله بالطريقة دي وزي ما قلتلكم شايفين بصوا النظافة والجمال من الظهر ومن الوش الشغل جميل قد إيه ونضيف حاجة كده عشرة على عشرة بسم الله ما شاء الله قبل المكوى وقبل أي حاجة طول ما الشغل نضيف بيبان قبل المكوى ما بنترش هاني نستعدل بالمكوى كتير مهما استعدلنا بالمكوى والشغل مش مزبوط بيبقى برضو مش حل برضو بعمل معكم هون المرد تاني عشان إيه تاخدوا بالك وتستفادوا أكتر بجيب كده المرد الجزء اللي أنا سايبه زيادة اللي هو السنتي أو السنتي ونص اللي سايبه زيادة بخيط وبرجع رده تاني تمام؟ وخطوة خطوة كده بقوم الأول إيه رح عاملا بالمكوى عشان الدنيا معي تبقى نظبوطة منين ما خلص بقى تقفلي البلوزة يبقى الشغل معي حلو قبل ما أقفل كده والحتة يعني قطعة القماش مفروضة قدامي أقوم رح مديها مكوى كده شايفين ما شاء الله الشغل في منتهى الجمال وبطريقة بسيطة ويا رب يكونوا ايه بتستفادوا وأي سؤال اكتبولي في التعليقات وأنا من شاء الله هرد عليكم وأي سؤال مش هرد عليه في التعليقات يعني أحاول أشرحولكم عامل عشان برضو تستفادوا أكتر خلصت طبعا ركبت المرض كده أقوم بقى أعمل الأوفر يعني أنا الخطوات كده واحدة واحدة أمشي الشغل مراحل صح هتنجيزي بسرعة بعد ما نركب المرض بأعمل الأوفر ليه لإنه هعمل الحرفة بتاع المرض من تحت مع الديل بتاع البلوزة مرة واحدة وهعمل الجناب يعني هعمل الديل والجناب بس مش هعمل الأوفر تاني بالنسبة للضهر وبالنسبة لل اللهم صلي عن نابل السدر وبالنسبة للكم هنعمل الجوانب بتاعت الشغل تمام كده والديل من تحت والسجافات السجافة بتاع الضهر عملت الداير بتاعه كل ده أنا لسه مقصتش الياقة هقصها في الآخر معاكو عشان تبقى مظبوطة على قد حض الرقبة وتبقى تمام وحاجة كده زي الفل بس كده خلينا الخطوات واحدة واحدة عشان تستفادوا وأنا بحاول زي ما انتم متعودين مني دايما ندقى قوي في الشرح خلصنا بقى مرحلة نقوم نكمل بقى شغلنا وزي ما اتفقنا الشغل بنعمل الجوانب والديل من تحت وطبعا الكمة برضو هنعمل عندي الاسورة بتاعت الكمة من تحت عشان هنركب للاسورة أستيك وهنشوف الأستيك معنا هيبقى كم سنتي والتركات والتقفلات بتاعتنا هنا طبعا ده السجاف بتاعت الضهر بعمل بس علامة في النص كده عشان هحط المركة بتاعتي أنا عاملها حسناء ويزو لان انا كنت كتبة حسناء عبدالعزيز وكانت ناس كتيرة شارت علي كنت دايما بكتبها بصراحة الاسم كامل كده فناس شارت علي في الاخر قايت لأ ما تكتبش حسناء عبدالعزيز عشان طبعا عبدالعزيز ولفظ الجلالة وكده فممكن حد يكون بيخسر هدوم حطتها في الطويلت وكده أو حطتها مثلا حاجة مثلا موجودة في الارض يدوس عليها فبلاش تكتبي كده فعملت بقى ايه حسناء ويزو زي ما انت شايفين كده يعني اسم السهل كده وبسيط ويعني خفيف كده فالمهم لزقت المركة بتاعتي خيطته وبعد كده بخيط بس الحرف بتاع السجاف على الرقبة الخلفية طبعا السجاف ده بيبقى ليه طريقة في الخياطة تانية غير الخياطة اللي انا بخيطها دي لو هنعمل لو مش هنعمل ياء بيبقى ليه طريقة تانية مش دايما بنخيط بنفس الطريقة دي دي كده انا بخيطها كده وبخيط كمان السجاف من تحت عشان يبقى ايه ملزوق كده في القماشة ويبقى تمام ما يبقاش مرفرف كده تيجي وانت بتلبسي البلوزة وبتقلعيها يبقى حاجة كده رخمة مضيقكي كده عند ضهرك لأ حاجة كده مصبوطة ومقفلة ونضيفة وزي الفل هنعمل ايه بقى بعد ما خلصنا الاور وركبنا السجاف بتاع الضهر نخيط الكتف في بعضه بالشكل ده كده على صنطي طبعا وهنخيط الجوانب في بعضها طبعا انا عاملة للبلوزة دي دوران من عند الديل فدوران مش يعني مش حلو ان يبقى فيها فتحتين في الجناب لكن العميلة بتاعتي اللي انا بخيط لها البلوزات دي بتحب يعني فيه فتحات في الجوانب من تحت الفتحة اللي ايه بتبقى في جنب البلوزة كده من تحت مع الدوران كمان ويبقى شكلها حلو فطالما بنفصل وبنصم الحاجة على مزاجنا وبنعملها احنا بادينا نقدر نعمل فيها اللي احنا عايزينه مش شرط بقى قانون هو ينفع مع الدوران فتحات في الجناب او ينفع طالما احنا عايزين الموديل كده فالمهم انا خيطت الكتف مع بعضه وبعد كده بصوا بقيس بقى هنسيب الفتحة دي على حسب بقى الطول اللي احنا عايزينه للفتحة بتاعت الجنب من تحت عندكم من 20 سنتي 18, 19, 17 15 سنتي فتحات اصغر من كده على حسب انتوا عايزين تعملوا طول الفتحة اللي في الجنب من تحت قد ايه وتقيسوا يبقوا الجنبين قد بعض بالمزورة كده تقيسوا عشان يبقى الشغل مصبوط بالمزور زي ما خدت هنا مثلا لوانا 19 او 18 او 17 سنتي طبعا انا مش بقلكوا رقم محدد على حسب ما احنا عايزين نعمل فتحات دي سيبنا في الجنب ده زي الجنب التاني شغلين الخطوات مع بعض واحدة واحدة هون وقفلنا الجوانب وانخيط برضو الفتحات بتاعتنا كده بالشكل ده سيبنا طبعا في الجنب جوه زيادة حوالي 2-3 سنتي ضروري جدا وزي ما وقتلكوا طالما احنا بنقص عشغل خاص وبنحاجة بنصمم احنا بقدينا فافضل دايما نسيب زيادات في الجوانب ما نقولش نخيط على سنتي بس ونخلي الدنيا تبقى ديقة معانا ويرجع بعد كده الشغل يديق او صحبة الحاجة تدخن شوية ولا حاجة وما نلاقيش ان احنا نعدل الشغل فحرام نسيب بقى جزء جوه في القماش كده هيكون افضل بكتير مش هيضيقنا في حاجة طالما احنا قصين كده بطريقة نظيفة وشغل مظبوط مش هيضيقنا الزيادة اللي جوه دي ونخيط الفتحات بالشكل ده نمشي على الحرف ولما نيجي اللف عشان نخيط جزء تاني بالشكل ده شايفين بنسبت الابرة في القماش ونرفع الدواس ونلف عشان الغرزة ما تفلتش من هنا ما تبقاش مش مظبوط بالشكل ده كل ما جالف في قطعة بخيطها الابرة تبقى ثابتة في القماش بالشكل اللي انتو شفتوه معايا ده ونكمل الخيطة بتاعتنا ونيتني كمان الديل على صنطي وهواريكم وانا باتني الديل برضو لترك عشان يطلع كله مظبوط ما يبقاش في حتة اعلى من حتة لا من المرض من قدام ولا من الجنب عند الفتحات يبقى الشغل كله مظبوط نبدأ نسمل لها كده ونخيط الديل على صنطي بصوا شايفين انا بحط كده يعني صباعي في القماش من جوه تحت الخيطة وانا بخيط من دهر القماش كده بشد سيكة صغيرة عشان خاطر الفتحة الصنطي اللي انا بخيطه مع الدوران ما يوارورش معي طبعا كلكم عارفينوا اللي شغالين في الخيطة لما بيجي خيطه عباية من تحت يتنو الديل في دوران او بلوزة فيها دوران توارور معهم شوية وما تزبوتش ما تمشيش الخيطة مظبوطة معهم لا صباعكم كده بقى على القماش من جوه وتشدوا القماش بصباعكم من جوه سنة صغيرة كأنكم بتموتوا من جوه تيجي الخيطة بقى من فوق وانتوا بتخيطوا على صنطي كده تيجي مظبوطة وبرضو انا لو محدش فيه من حتة دي انا هورها لكم برضو عن قرب وعملتها قبل كده في تانية عباية كنت مقربة الكاميرا قوي وكنت مصورها واتمنى طبعا تكون المعلومة يا حبيبي وصلتكم هي سهلة جدا او بنعمل زي برضو بنا الصغيرة فرنسات صغيرة كده واحنا شغالين تانيات صغيرة من جوه القماش عشان ايه الدوران لما بيكون معنا زيادة شوية يعني بيضايقنا شوية في التاني المهم ما خلصنا المرحلة ديت وقمت كويت الشغل برضو فتحت الجوانب بالشكل دو وكويت الفتحات بتاعت الجناب والديل برضو يعني خطواتك كده كل خطوة تعمليها بالمكوى كده سريعا عشان الشغل يتخلص القطعة تبقى معاك زي الفل وعلى فكرة انا خلصت القطعة وعملت صورت معاكم البلوزة وبرضو من غير مكوية بقى مكوى بالكامل في الاخر لان خلص كان كل جزء بخيته بقوم اكوى ورا وعملت الكتف اوفر زي ما انتو شفته وهنا طبعا بقى ايه بنقص الاستيك اللي هو الاستيك الواحد سانتي ده قصينا حوالي 22 سانتي طول الاستيك الاستيك اللي هو عرضه سانتي بعمل ايه انا بعمل اسورة بتاعت الكم بخيت على الاستيك بالشكل ده وابقى مطى الاستيك ولو اي وقت هاجر فع الدواس بتبقى الابرة غرزة في الاستيك بالقماش يا جماعة يعني انا بأكد عشان الناس المبتدئة انا بعلم ناس كتير عندي في القتليه وابقى عارفة اسئلتهم وعارفة اللي بيقف معاهم عشان كده انا بدأ معاكم وانا بشرح شايفين الاستيك في منتهى الجمال ومزبوط طالما اشتغلنا صح كل حاجة بسيطة لما بنعملها كده واحدة واحدة وبإتقام بتطلع زي الفل مش عشان انا عملها لأ فعلا حتى انتوا لو عملتوها بالطريقة دي هتبقى حلوة قوي باخد بقى عرض الاسورة معايا نص عرض الاسورة كده عشرة سنط يبقى تدير كله كده عشرين سنط حلوة على قد معصم الايد مزبوطة وجميلة وزي الفل هنا كان حد يجي امت سلمت عليه فالمهم طبعا انا كذا مرة وانا شغالة بفصل الكاميرا عشان خاطر ايه طبعا يخش حد ام اخد شغل من حد يعني حد يخش يسلم عليك كده يعني فبعطل شوية فالتصوير بصراحة بيبقى مرهب جدا بس انا بحب اقدم لكم حاجات تستفادوا بيها واكسب منكم كده دعوة حلوة وبجد تكونوا بتستفادوا وعشان كده انا بحاول والله على قد ما اقدر ادقة قوي وانا بشرح وقول لكم بقى الاصرار الدخلية الجوانية بتاعت الشغل وده حتى اللي انا بعلمه عندي في القتلية اللي بعلمه عندي في القتلية دايما برضو بيقولي الكلمة دي دايما ما بتبخليش باي معلومة الحمد لله ده بيوضح لكم فخلصت الاساور بتاعت الكمامو كده ركبت لها الاساتك وهنا هبتدي اقفل الكم السر بقى بتاعت اقفل الكم ايه بعمل القماش لجوه زي التمانية كده بتنيه زي التمانية عشان ما يعلقش من تحت الباط والزرزر معايا الخياطة وبتدي ده الفرد الامامي طبعا اتجاه الامام والفرد اللي فوق عند راسي الكم بركبه عند الخط بتاع الكتف بحطه كده ممكن نحط دبوس ممكن نحط دبوس على داري الكم كله بس انا عايزاكوا بقى ايه تعملوا الشغل بسهولة يدوب من تحت من عند الباط وفوق من عند الفرد بتاع الكم حطه كده دبوس وخلاص اه ما تحطوش دبوس انا مسكا بقداية كده وبمشي واحدة واحدة وافضل بقى القماشة بتاعت الكم هي اللي تبقى من تحت على المشت بتاع المكنة والجسم هو اللي يبقى فوق من عند الدواس ليه بقى الحركة دي لان المشت بتاع المكنة بيعمل تشريبة بسيطة في الشغل تشريبة بسيطة بتكون افضل ان هي تكون عند قماشة الكم بتخلي الكم تركيبه حلو طالما كمان قصين المقسات بتاعتنا مضبوطة وشرح الكم ده انا هشرحه كتير لاني بتجيلي عليها اسئلة كتير في التعليقات فهشرحه كتير وبطريقة كمان ابسط من اللي انا بشرح بيها عشان تستفادوا والاخ من العراق اللي كتبلي على الفيديو اللي فات الكم اني بننزل حفرة الكم 18 سنتي ده كتير قوي وده مش صح انا هوريك المقسات اللي تنزل بيها لكل كم والكل جسم والكل مقسات شايفين تركيب الكم حلو وزي ما كنت باوريكم دلوقتي الكشتورة بتاعت الكتف الخياطة الصنتي اللي هو بتاعت الكتف من جوه بارميها تبقى بصة للدهر دي التركة ودي الحاجة اللي تبقى صح ومزبوطة المهمة ركبت الكمان وهنا بقى نعمل ايه ناخد المقسات بتاع الدوران اللحود بتاع الرقبة عشان نعمل الياءة كده افضل واسهل بكتير تمام كده بعد ما نخلص خياطة خدت الدوران بتاعي فلايتوا كده 25.5 26 فانا عايز اعمل الياءة بالزبط تبقى كلها على بعضها بالمرض بتاع الياءة كلها على بعضها تبقى 50 سنتي فهعمل ايه هقطب كده جزء خياطة من عند الكتف من حود الرقبة من جوه حوالي نص سنتي شايفين هدايق كده حود الرقبة نص سنتي وعلى الكتف كده على ما فيش وهقوم برضو هقص الجزء زيادة ده بالاوفر عشان عايز ادايق حود الرقبة شوية يبقى كله على بعضه معايا بالزبط كده 50 سنتي عايز ال الياءة 50 هي مش كبيرة لان احنا ما تنسوش المرض بتاع الياءة من قدام اللي هو اللي سامت على الياءة من قدام اللي هما الستة سنتي اللي بيقلبوا على بعض القلاب اللي فيها الزرار والعروة فمش كتير تمام فعايزها كلها تبقى 50 سنتي شو تبقى محبوكة كده على الرقبة ومظبوطة وجميلة وزي ما بقول لكم صاحبة البلوزات دي بتبقى عندها قابلة ان هي تتصور معايا فلما تيجي وتقيس البلوزات برضو ان شاء الله هتقيس معايا وأبقى نزله لكم كده في فيديو تشوفوا برضو نتيجة الشغل خلص تعملت الجيرو اوفر بتاع الكوم يفضل ان احنا نعمل الجيرو على بعضه اللي هو الخطة بتاعت الجيرو بتاع الكوم وقطبت الجزء اللي من الرقبة ده برضو زبطت ال اوفر بتاعه وهنا هبتدي اعمل الياءة ممكن نلزق قطعة القماش دي نفوزلين الاول وبعد كي نرسم عليها الياءة المهم قطعة القماش دي ايه طولها قد ايه طولها حوالي مثلا قريبة على الستين سنتي يعني ازياد من خمسين سنتي انا عايزة القماشة معي تبقى زيادة شوي بتانيت هنصين على بعض بالشكل ده وسبتي سنتي من تحت وهبدأ اعمل الياءة بتاعتي بقس النص كده 25 سنتي واعمل خط مستطيل بقى عشان نشتغل الكرسي بتاع الياءة من تحت او الجزء بتاع الياءة من تحت هعمله 3 سنتي بالشكل ده هعملها لكم باسهل طريقة وليها مليون شرح الياءة يعني هشرحها لكم برضو بكذا طريقة بحيث كل حد يشوف الطريقة الاسهل ليه ويشتغل بيها ان شاء الله معاكم في الفيديوهات انتو بس يلا شجعوني كده وحمسوني وتفعوا الحلو كده والدنيا تبقى كويسة ان شاء الله عملت عرض الياءة من تحت 3 سنتي ليست طبعا هعمل لها العلوة بتاعها والتور 25 سنتي فجيت من الاخر كده عملت ايه دخلت حوالي 10 سنتي اللي هما حضر الابر خلفية واتلاهت من قدام 3 سنتي كمان زي ما انتوا شايفين كده يا رب الشرح يبقى سهل وبسيط ووصل لك ليه 3 سنتي اللي انا ارتفعتهم دول هعمل ميلا كده للياءة الميلا دي بتخلي الياءة محبوكة على الرقبة ما تبقاش مفلطحة كده يا جماعة ووسع على الرقبة ووقع لتحت كده شايفين يعني 3 سنتي رفعتهم لفوق كأن كده ايه كأنها بصة في مراية لفوق كده تمام رفعتهم لفوق 3 سنتي كمان من قدام من عند الجزء المفتوح عند القماش بالشكل ده زبطتهم بس كده عملت زبطة كده تمام ودخلت كده من فوق برضو 3 سنتي كمان عملت زبطة للياءة من قدام ما دخلتش على الخط المستقيم اللي هو المستقيم من قدام تلاقي الفوق برضو حوالي 8 سنتي كده وعملت الجزء الفوق يعني بتاع الياءة بصوا دي أسهل وأبسط طريقة ممكنة تعملوا بها الياءة في 5 دقائق وانتوا قاعدين في ثواني عملت التدويرة كده بتاعت الياءة من قدام اللي هو المرض بتاع الياءة شايفين شكلها جميلة ازاي بالنظر كده لو ما وصلتلكوش الجزء ده أنا هشرحها لكم تاني بقى ايه ببطرون عشان تفهموها اكتر واكتبولي في الكومنتات عشان نبقى على تواصل دايما مع بعض أنا بأكد بالمركة عشان ايه بعلم بالمركة اكتر كده عشان توضح لكم الصورة توضح لكم باخد الجزء اللي فوق بالمسطرة بقشوته كده الجوه عشان خاطر ايه ما تبقاش الحرف بتاع الياءة عاملة زي الياءة بتاعت السبعينات مرفرفة لبرة كده واخدين بالكو وبقص حوالين اللي أنا عملته دوام بسانتي داير ميدور بسانتي اخلص بس القمشة كده وابدأ ايه ازبط القص داير ميدور بسانتي عملت الحرف بتعليق كده بدوران تقدر تسيبها مربعة زي ما هي على حسن ما انتوا عايزين حاسيت ان الياءة من عند الظهر عريضة شوية فاخدتي منها سانتي كده من هنا ما كاما انا باش اقول لكم الجزء بتاع القمشة هو عملته اركب له برضو فزلين فزلين يكون خفيف وزي ما بقول لكم انا ساعات بعمل الياءة بلزق الفزلين على قطعة القمش من الاول وبعد كده بعلمها وهعملها لكم كده المرة الجاية بحيثة يعني هحاول احطها لكم في فيديو الوحدها عشان تفهموا برضو شرح الياءة يبقى اسهل عليك وتوصل لكم المعلومة صح عشان لو في اي حاجة راحت مني من تحت كده هخيط على صنطي نعملها بقى عرض رجل او شيمة على الحرف مش هتفرق او نتني الصنطي ده بمكوى مش هتفرق المهم بنتني الصنطي اللي احنا ايه بعد ما لزقنا الفزلين عملت شيمة على الحرف وبعد ما عملت الشيمة على الحرف هقوم برضو اروح دايس عليها بالمكوى خطوة خطوة كده بادوس على الحاجة بالمكوى عشان تبقى سهلة في ادية ومزبوطة ويبان لي الشغل اهو بالشكل ده تمام المهم انا هخيطها في الجزء اللقماش بتاع الضهر ده وزي ما قلتلكم انا بعد ما خيطها في الجزء اللقماش ده هقوم ايه هدوس عليها هدوسها سريعة كده بالمكوى هخيط على الحرف صنطي داير ما يدور على الداير اللي قدام وبعد كده ثبت الابرة اغرس الابرة كده واطلع خيط صنطي واغرس الابرة واطلع خيط صنطي برضو فوق عند الياء من فوق في كل مكان باجي انقل عشان خيط الناحية التانية كده شايفين بسبت الابرة واليف والف القماش عشان من الغرزة ما تسيبش كده تحت ايدي واعمل الدورانات اللي على الحرف خلصت الخيطة دي اتلاقيت الدورانات مش مظبوطة لقيت الخيطة مش مظبوطة بعد ما اعرش الياء ازبط الخيطات بتاعتي لما اجا قص عند الدوران اللي عند الياء من قدام تمام كده اقص بقى اعرش على نص صمتي وهتشوفوها دلوقتي هقرب لكم الكاميرا قوي وهتشوفوها بعد ما عرشت القماش الزيادة ده طبعا زي ما انتشوفين انا كل شوية ببعطل شوية في التصوير بس ايه برجع اكمل لكم على طول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين اهو لقيت جزء مش مظبوط معايا وانا شغالة لما احتبعناها كده فقلت لأ اصبطها حاجة بسيطة تزيبت تبقى زي الفل اكمل كده التعريش بتاع اليها اقص يعني القماش الزيادة وهسيب طبعا من تحت صمتي اللي هخيط عليه في القماشة اللي هي مفاش فوزلين دي هسيب فيها صمتي زيادة كده مش هقص على قد اليها بالزبط اللي أنا تانية لين أنا تانية من القماشة اللي فيها فوزلين تانية صمتي تمام 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 يدو باستعدلتها بالمكوى واعمل فرد هنا عند الجزء الدوران وزي ما بقول لكم بسيب عند الدوران نص سنتي وانا بقص عشان خطر لما اجي اقلب ما يبقاش في زيادة كتير عند الدوران تكالكع معايا باعمل الفرد بتاعتي كده وفرد من فوق من عند الياء كده عشان تريح معايا الياء ما شاء الله لا قوة إلا بالله شغل واحدة واحدة وطالع زي الفل ما شاء الله وابتدي بقى اقلب الياء بتاعتي كل الفرد دي عشان تريح معايا الياء والفزلين يا جماعة ضروري عشان خطر الكطعة تطلع مسك نفسها كده وكويسة وزبطت المكوى ما هو بالشكل ده كده وانا عمال ما خلصت الفيديو كنت ناسي ان عملت المكوى في انا مرحلة انا عملت المكوى بعد ما خلصت خالص وعملت الفرد بتاعتي والدنيا تمام كان الله في العون يا جماعة ميت حاجة بتبقى في دماغي الواحد وميت فكرة فبيبقى يمكن ما اركزها بس الحمد لله يعني على قد ما بقدر بحاول اركز المهم هبتدى خيط شيما على الحرف كده ماناش دعوة بالياء من تحت عند الدوران هخيط من فوق الجزء اللي فوق تمام كده شيما على الحرف استعدل وخيط استعدل الاول قمش بايدي كده هو بالشكل الجميل ده ممكن نعمل الياء قطعتين يعني بقولوكم الياء اللي هي اكتر من شرح بس دي كده ابسط طريقة وبتدينا اجمل نتيجة يعني الحاجة لما تكون بسيطة وبتدينا نتيجة حلوة دي كده يعني عايزين ايه تاني مفيش اجمل من كده نبسط الحاجة وهتتعمل برضو بطريقة جيدة وجميلة نعمل خيطة في النص كده على بعد الثلاثة سنت اللي هما من تحت بالشكل ده كأننا عاملين الياء جزئين متركبين في بعض شايفين الجمال نضافة والحلاوة ما شاء الله الياء جميلة قوي الشكلة شيك قوي ومزبوطة بسم الله ما شاء الله يلا بينا بقى نركب الياء بس هنعمل فرد في النص الاول وزي ما انتم شايفين كل مرحلة بحاولة استعدلها على طول واحدة واحدة عشان ايه انجز الشغل ويبقى ما فيش حاجة معايا مش مزبوط عملت الفرد في النص اللي هو هيبقى في نص برضو الظهر وانا بركب هجيب الياء بالشكل ده طبعا بحطها ببرا على وش القماش الصنط اللي انا هركبه في ياءات تانية وانا بركبها بتبقى بركب على الظهر من القماش من جوة عشان بيبقى ليها عدلة عدلة الفضلين بتاعها برضو هتشوفها معايا في الفيديوهات واحنا بنشرح ان شاء الله كل شغل وليه طريقة وليه كده اصول في شغله فكل حاجة وكل شرح معايا واحدة واحدة هوريها لكم نبدأ نخيط كده على الصنط واحدة واحدة على قد ما نقدر طبعا الياءة بتبقى قد الجسم ويا جماعة لو فيه جزء زيادة ما بينفعش الجزء الزياد يعني لو فيه نص صنط زيادة في القماش او صنط ما بينفعش الصنط ده بتيكون هو اللي زيادة في الياءة يعني ممكن يكون زيادة في الجسم وانشرب معنا الجسم وانشربه اكتر من عند الجزء بتاعة الظهر دي هوريها لكم برضو في فيديوهات تانية يعني كل حاجة وزي ما بقول لكم خليكم دايما في التعليقات معايا على تواصل عشان دايما نبقى عارفة انتم عايزين ايه وابقى معكم كده وقدم لكم اللي انتم عايزين ونبقى ماشيين كده على ايه على في اتجاه واحد دي احنا الاتنين منبقاش انا باشرع حاجة وانتم بتبقى عايزين حاجة تانية فالمهم وبخيط على الوش كده شيمة شايفين لما قلبت الجزء بتاعة اللي أنا لازقى فيه فزين هو اللي من عند الظهر من جوا فلما جاء قلبه هيبقى الفزين هو اللي ظهر بقى ايه في الوش من برا خلصنا شغلينا وزي الفل طبعا كده انا خلص كل جزء كنت بكويه فانا ما كوتش البلوزة يا دوب قمت بس علقتها وبورها لكم لسه طبعا اليقة دي هتتكوي وتتكسر بالمكوى فهتبقى شكلها اجمل من كده فالمهم دي كده البلوزة بعد ما خلصت معانا وتقفلها وجميلة الجيرو بتاعها حلو تركيب لكم حلو اليقة بسم الله ما شاء الله مظبوطة الاسويرة كويسة القاستك بتاعها المقاس بتاعها حلو التشطيب تانية تديل حلوة يعني الكل ده الشغل من جوا نضيف البلوزة من جو هورغالكو كمان دلوقتي التشطيب بتاعها يعني الشغل كمان مش من بره بس يبقى شكله كويس لا كمان التشطيب من جوه يبقى حلو عشان خطر القطعة تبقى كلها على بعدها كده حلو ونقعد نغنيلها بقى كلك على بعدك حلو ويرب يا حبيب تكونوا استفدت ويكون الفيديو عجبكم وبحبوكم قوي في الله واستنوني ان شاء الله الفيديوهات جديدة استودعكم الله اشتركوا في القناة